هذا وقد ساهمت الجهود الحاثيثة التي بدلتها مملكة البحرين منذ تفشي جائحة كورونا عبر الخطط المحكمة والمرينة التي تتعامل مع كافة المعطيات بحرفية عالية ساهمت في عودة معدلات الانتشار إلى المستويات الدنيا وذلك وفق النسب التي يعلن عنها يوميا للحالات القائمة من إجمالي عدد الفحوصات مثل انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم منذ ديسمبر الماضي دفعة قوية تجاه تحقيق المناعة المجتمعية عبر اللقاحات وكان لتوجيهة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الجرعات اليومية في 31 مركزا للتطعيم كان لها الأثر الكبير في تحقيق الأرقام التي وصلت لها مملكة البحرين ومع كل هذه الجهود المبذولة يستمر عمل فريق البحرين في الصغوف الأمامية من خلال الرعاية الصحية المقدمة وعمليات فحوصات الPCR حيث دشنت البحرين ثلاثة مراكز للفحص من المركبات كان آخرها في محافظة المحرق لتجاوز عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خمسة ملايين فحص في خطوة ساهمت في الوصول إلى الحالات بشكل مبكر وتعتبر القرارات الدورية التي يتم الإعلان عنها ذات أثر مهم في تفادي تفاقم الأزمة فالقرارات المبنية على البيانات الكيفية والكمية هي قرارات مدرسة من قبل فريق البحرين الذي يحرص علاوة على تحديثها وفق المستجدات على الإعلان عنها من خلال مؤتمرات صحفية يعقدها بشكل دوري بالإضافة إلى نشرها عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومة الموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع والتي كان آخرها الإعلان عن نظام الإشارة الضوئية والتي تدل على نسب انتشار معينة وإجراءات متخذة لكل لون من الألوان وبناء على كل ما تم اتخاذه من قبل فريق البحرين سجلت مملكة البحرين في الأيام الأخيرة أدنى عدد للإصابات منذ ديسمبر الماضي بعد الارتفاع غير المسبوق في الحالات القائمة في الشهرين الماضيين وهو الأمر الذي يستلزم موساطة الالتزام بكافة القارات المعلن عنها